يتسابقون إلى ميادين البطولة والشرف هكذا هم شباب الجوف منهمكون في الرياضة والأنشطة الشبابية لكنهم عندما يستدعيهم الوطن يلبون النداء الشهيد هيثم حميد أحد هؤلاء الشباب الرياضيين الذين كان لهم حضور بارز في ميادين الرياضة لكنه لبى نداء الواجب ليدافع عن أرضه ويلقى ربه شهيدا في معارك تحرير الوطن من الانقلابيين نقيم هذا الدوري الشهيد هيثم حميد رحمه الله لكرة القدم برعاية كريمة من محافظة الجوف اللواء الأمين العقيمي للتنافس بين خمس فرق الرياضية لكأس الشهيد هيثم حميد هؤلاء الشباب الذين يشاركون اليوم في البطولة الرياضية ويشاركون أيضا أخوانهم في الجبهات للدفاع عن هذه المحافظة والدفاع عن الوطن زملاء الشهيد هيثم عبروا عن وفائهم له بإقامة دوري الرياضي برعاية محافظ الجوف وإشراف مكتب الشباب والرياضة شارك فيه عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأندية والمديريات بالمحافظة يقيم دوري باسم الشهيد هيثم عيض حميد الذي استشد في مواقع الشرف البطولة وإن شاء الله أننا على دربه مواضون وبقدر ما يأتي هذا الدوري الرياضي تكريما ووفاء للشهيد فإنه أيضا يسهم في تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية القدرات بعيدا عن الغوص في دوائر اللهو والولع التي لا فائدة منها نشكر محافظ الجوف على إقامة مثل هذه الأنشطة مثل الدوريات التي تضم الشباب من الولع ومن الأفكار الهدامة فأرجو منهم أن يواصلوا هذه الممات ونشكر مدير مكتب الشباب والرياضة على ما قام به من هذه الدوريات إنها الصورة البديلة لواقع الحرب التي تعيشها المحافظة إذ يثبت شباب الجوف حاجتهم وانتماءهم لمساحات الحياة وأنشطتها الرياضية والشبابية المختلفة هذا هو شباب الجوف الطموح إلى مستقبله صد لعدوان الإنقلابيين في ميدان المعركة وحضور بارز في ميادين الرياضة وهم في كل الحالتين يرسمون مستقبل اليمن الجديد الذي ضح الشهداء من أجله بدمائهم ماجد عياش من شباب محافظة الجوف ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار